موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدين في نشرة أخبار مفصلة من قناة السعودية البداية بالعنوين الداخلية وسداية تشارك أنفف عاليات أسبوع جي تيكس للتقنية بدبي الصندوق العقاري يمكن أكثر من 73 ألف امرأة من تملك المسكن إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 66 مليون إصابة أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة وتغيير في تركيبة مجلس الأمة بنسبة 62 اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تابوك خلال لقائه أمين المنطقة المهندس درويش آل محفوظة على تقرير مفصل عن أعمال الأمانة والبلديات التابعة لها بالمنطقة إلى جانب مناقشة سير العمل في المشروعات ونسا بالإنجاز كما اطلع سموها المشروعات الخدمية التي تم ترسيتها مؤخرا مشيدا بالجهود التي يبذلها القائمون بأمانة منطقة تابوك منوها بما يحظى به قطاع البلديات بالمملكة من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة التقى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدا رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد ومدير فرع الهيئة بالمنطقة بمنطقة مكة المكرمة حسام آل محسن وأنوها سموه خلال اللقاء بأعمال الهيئة الهادفة إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها إضافة إلى النشر الوعي المجتمعي التقى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة شروره الشيخ محمد الفارس واطلع سموه خلال اللقاء على إنجازات المحكمة والخدمات التي تقدمها للمراجعين التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم رئيس مركز إدليمية الزبن بن جديع بحضور مدير الجهات الحكومية بالمركز وتم خلال اللقاء بحث الموضوعات المتعلقة بتنفيذ عدد من المهام في اللجان المشكلة ضمن أعمال جائحة فايروس كورونا المستجد والرفع من مستوى الأداء في الجهات الحكومية في المراكز لمتابعة وتطبيق الإجراءات الاحترازية وأكد سمو أهمية تفعيل دور اللجان مثنيا على ما تقوم به الجهات الحكومية بالدليمية من جهود مميزة لخدمة أبناء وبنات المركز ضمن مشروع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة في القصيم أربعة مساجد تاريخية وتراثية تم تأهيلها وإعادة ترميمها لما كانت عليه سابقا نشاهد عناية بالمساجد العتيقة وحماية للتراث وللحفاظ على الهوية الثقافية للمملكة يأتي مشروع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية هنا في القصيم والتي حظيت بالدعم والرعاية لتأهيل وترميم عدد من المساجد القديمة لتعود إلى ما كانت عليه بطرازها العمراني وبنائها الطيني لدينا في منطقة القصيم أربع مساجد هذه المساجد الحقيقة يعني كانت من الحقيقة المساجد المنسية فيما سبق الآن ولله الحمد بهذه المبادرة وبهذا التطوير وبتوجيه من سمو ولي العهد حفظه الله سوف إن شاء الله تعالى تقوم بإن شاء الله تعالى دورها وتحيي تراثها السابق هذا بدون أدل شك عمل خيري عظيم ولا يستغرب من أخي صاحب السماء الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العيز حفظه الله مثل هذه البادرة الخيرية الإسلامية والتي ولله الحمد سوف يقولها أثرها إن شاء الله تعالى بشكل كبير مبادرة تمثل العمق الإسلامي والبعد التاريخي والإرث الثقافي لتسهم في إبراز هوية المملكة الأصيلة والتي تزخر بتنوع أثارها لأخبار السعودية علي العطينان القصيم التقى رئيس وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبد الله الحسين السفيرة جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض التعاون في المجال الإعلامي بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين موسيقى موسيقى أنهت وزارة الداخلية استعدادها للمشاركة للعام السادس على التوالي في فعاليات أسبوع جيتكس التقنية في مدينة دبي بقاعة الشيخ سعيد الحكومات في مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات تأتي المشاركة خلال الفترة من السادس إلى العاشر من ديسمبر الجاري في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا لتؤكد أهمية الحلول التقنية والتميز الذي حققته وزارات المملكة في هذا المجال حيث سيتم عرض أحدث الابتكارات والأنظمة التقنية والتطبيقات والعديد من المبادرات التقنية الدائمة للتحول الرقمي والتي تم تفعيلها خلال الجلجائحة وزارة الداخلية ومن خلال هذه المشاركة تسعى إلى إبراز النجاحات والإنجازات التي حققتها المملكة في ظل رؤيتها الوطنية عشرين ثلاثين وتشارك الهيئة السعودية للبيانات والذكاء لإصطناعي سدايا في النسخة الأربعين من معرض جي تيكس إحدى المناسبات الرائدة عالميا في مجال التكنولوجيا والتقنيات الرقمية وتعد هذه المشاركة الأولى لسدايا كجهة عارضة في الحدث الدولي حيث تستعرض أبرز منجزاتها للجمهور من التطبيقات الإلكترونية الخاصة بجائحة فيروس كورونا إضافة إلى المنصات المتقدمة المصممة لخدمة احتياجات الجهات الحكومية وتلبية المتطلبات الاجتماعية بالإضافة إلى فعلية أرتاثون الذكاء الإصطناعي للفن والقمة العالمية للذكاء الإصطناعي وغيرها من المنتجات والمنصات الوطنية التي دشنتها الهيئة خلال الفترة الماضية لإبراز جهود ومنجزات المملكة في الارتقاء إلى ريادة الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الإصطناعي بلغ عدد المستفيدات من القروض العقارية التي يقدمها صندوق التنميات العقاري أكثر من 73 ألف امرأة سعودية بالمملكة حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي من العام الحالي وذلك ضمن جهود الصندوق لتمكين المرأة من تملك المسكن الأول وأوضح المشري في العام على صندوق منصور بن ماضي أن تمكين المرأة السعودية من السكن واستفادتها من البرامج والممكنات المتاحة يصب في مصلحة الوطن ويحقق أهداف رؤية المملكة الطموحة مشيرا إلى أن القرض العقاري المدعوم يمكن المرأة من تملك الوحدات السكنية ضمن المبادرات والبرامج المتنوعة لتسهيل الاختيار على المواطنين المستفيدين المسجلين ضمن برنامج سكن من وزارة الإسكان والصندوق العقاري يدعم صندوق تنمية الموارد البشرية ثلاثة مهن وأنشطة ضمن برنامج التدريب على رأس العمل تمهير تعزيزا لمبادرة توطين المهن التي أطلقتها وزارة الموارد والتنمية البشرية والتنمية الاجتماعية وتتضمن المهن المضافة إلى برنامج تمهير المحاسبة والمراجعة القانونية والمحامة والاستشارات القانونية والتزيين النسائي يأتي ذلك انطلاقا من أهداف البرنامج في دعم مبادرات ومستهدفات التوطين والإسهام في تطوير مهارات وقدرات الكوادر الوطنية وتحفيز أداء منشآت القطاع الخاص العاملة في هذا النوع من المهن والأنشطة في مختلف مناطق المملكة وسينظم الباحثون عن عمل في المهن والأنشطة المشار إليها إلى قائمة المستفيدين من البرنامج من حاملية دبلومات والبكالوريوس فأعلى والآن إلى مقر وزارة الإعلام حيث المؤتمر الصحفي المخصص للحديث عن آخر مستجدات كوفيد-19 حياكم الله وأسعد الله جميع عوقاتكم بكل خير مجددا نلتقي بكم في المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا الجديد المسبب لمرض كوفيد-19 سنستعرض معكم اليوم الأوضاع العالمية وما يتعلق بالموجة الثانية حول العالم وكذلك سيتم مشاركة خريطة الإصابات الأسبوعية ومستجدات اللقاحات وكذلك بعض المعلومات التوعوية فيما يتعلق بالسبل الوقائية للاحتراز من هذه الجائحة كذلك معلومات عن الاحصائيات الحالية في المملكة العربية السعودية ومستجدات الخدمات الصحية حول العالم لا يزال رصد الإصابات بالفيروس والحالات المؤكدة مستمرا ويتجاوز 66 مليون إصابة مؤكدة بهذا الفيروس حالة التعافي تجاوز 42 مليون فيما إجمال الوفيات تجاوز 1.530.000 وفا النشاط كما تلاحظون حول العالم لا يزال مستمرا وأكثر ما يتم رصده لنشاط وانتشار هو ما نلحظه في مجموعة من الدول الموجودة في قارة إفريقيا لأن الانتشار لا يزال موجود في أيضا معظم دول القارتين الأمريكيتين وفي بعض أجزاء من قارة أوروبا وأجزاء ودول أخرى في آسيا وأستراليا الملكة العربية السعودية بحمد الله كما نلاحظ من ضمن الدول التي تسجل وباستمرار الحمد لله في الأسابيع الأخيرة تحسنا وانخفاضا بشكل عام لمستوى انتشار الفيروس والإصابات الجديدة في الخارطة الأسبوعية سنلاحظ بأنه الحمد لله معظم مناطق الملكة العربية السعودية تشهد انخفاضا في تسجيل عدد الحالات وهذا اتجاه إيجابي جدا أو على الأقل هناك ثبات في عدد الحالات فيها هناك ملاحظة بأن العدد الحالات ما بين الأسبوع السابق مقارنة بالذي قبله ارتفعت أعداد الحالات في الجوف العدد في منطقة الجوف لا يزال محدودا ولله الحمد إلا أن هناك ارتفاعا حصل فيما بين الأسبوعين طبعا بشكل عام نوصل جميع وفي كافة مناطق المملكة بالتقيد بالإجراءات والأمور الاحترازية وبإذن الله إذا استمرنا بتقيدنا سنلحظ مثل هذه التأثيرات الإيجابية ونعرف تماما أنه كانت لدينا مناطق سجلت إصابات وارتفاعات في أعداد الحالات والحمد لله الآن تعود مع تطبيق الاحترازات إلى أوضاع إيجابية وأوضاع مضمئنة وهذا هو الغالب في مختلف مناطق المملكة فيما يتعلق باللقاحات الحمد لله حاليا هناك أمور مبشرة جدا ونتائج هامة جدا صدرت لمجموعة هامة من اللقاحات مجموعة منها أظهرت النتائج التي صدرت من الأبحاث والدراسات عليها مستويات مطمئنة ومبشرة جدا بأمانها وفعاليتها الحمد لله الجهود من الملكة العربية السعودية منذ بدء الجائحة وحتى اليوم في الأعمال التطويرية لهذه اللقاحات وتوفيرها للعالم بشكل عام وأكيد للمملكة العربية السعودية تؤتي ثمار كبيرة جدا والمملكة العربية السعودية بلجانها وبجهاتها المعنية تمكنت بحمد لله من إجراء تعاقدات مهمة جدا مع شركات مطورة لهذه اللقاحات وستكون ملكة العربية السعودية بإذن الله بذلك من الدول الأولى التي سيتوفر فيها اللقاح ويكون موجود فيها بإذن الله لحماية أفراد المجتمع طبعا هذه الإجراءات كلها سيعقبها خطوات مهمة جدا للاعتماد هناك هيئات وجهات مختصة تقوم بخطوات نهائية للاعتماد هذا الاعتماد مثلا عند ملكة العربية السعودية من الجهات الهامة جدا في هيئة الغذاء والدواء السعودية ونعلم بأن هيئة الغذاء والدواء السعودية والله الحمد من الجهات المرموقة ذات الوزن والقيمة العلمية والعملية في هذا المجال إقليميا بل وعالميا ومطمئنين جدا من أن خطواتهم بإذن الله وكل ما يعتمدونه وكل ما يوافقون عليه من أدوية أو لقاحات دائما نحن مطمئنين إليه ونكون جدا في حالة ثقة من مأمونيته وفعاليته طبعا إذا اللقاحات تم توريدها وصلت لملكة العربية السعودية بعد ذلك هناك خطوات تتعلق بالتوزيع بالتخزين بالاستخدام بأماكن توفيرها بأماكن استقبال الناس لتقديم اللقاحات لهم من المستفيدين ومن الفئات التي ستكون لها أولويات للحصول على هذه اللقاحات طبعا سيتم الإعلان قريبا وسنعلن لكم ونشارككم بمعلومات التسجيل وكيفية الاستفادة من الخدمات التقنية والمنصات الإلكترونية للتسجيل سنشارككم ذلك قريبا بإذن الله وهذه ستكون أحد الطرق الرئيسية لمعرفة كيفية الوصول والاستفادة من هذه اللقاحات نعي تماما بأن اللقاحات هي خطوة هامة جدا في مواجهة هذه الجائحة التاريخية واللقاحات بشكل عام عبر التاريخ أثبتت بأنها من أهم الابتكارات ومن أهم الخطوات ومن أهم الإجراءات الصحية التي قام بها الإنسان لحماية البشرية والإنسانية حتى ذلك الحين من المهم جدا أن نتقيد بالاحترازات ومن أهم العناصر في الاحتراز والوقاية والتحكم ومكافحة ومقاومة هذه الجائحة هو ارتداء الكمامات بالشكل السليم نعرف جميعا بأن الفيروس هو بالأساس والوسيلة الرئيسية لانتقاله هي الرذاذ المتطاير من المصاب وبالذات إذا كان هناك كلام أو كحة أو عطاس والمكان إذا كان مغلق برضو تتضاعف مخاطر انتشار الفيروس في ظل هذه الظروف لذلك من المهم جدا تقيد الجميع بلبس الكمامة بالشكل السليم شخص واحد يربس الكمامة لا يكفي جميع الموجودين في مكان يجب أن يكونوا يرتدوا الكمامة بالشكل السليم وأن تكون هناك تهوية جيدة للمكان فلذلك لنحرص على لبسها ولنحرص على صحتنا وبإذن الله هذه خطوة مهمة جدا ونحن في هذه المراحل التي نقترب فيها بإذن الله من نهايات نأمل بأن تكون سريعة بإذن الله وآمنة وصحية للجميع في هذه المواجهة مع هذه الجائحة الحالات الملكة العربية السعودية منذ بدء الجائحة وحتى اليوم 358.713 حالة مؤكدة حالات التعافي ولله الحمد بلغت 348.879 حالة وهذه بحمد الله تضاف إلى نسبة تعافي متميزة ومرتفعة نسأل الله للجميع تمام العافية حالة الوفايات بلغت 5956 حالة وفاة نسأل الله لهم جميعاً الرحمة والمغفرة بالتالي يكون عدد الحالات النشطة 3869 حالة نشطة معظمها ولله الحمد وضعها مستقر ومطمئنة باستثناء 600 هي الحالات الحرجة التي تتلقى الرعاية في العنايات المركزة المناسبة لأوضاعها الصحية خدمات الصحية مستمرة بكافة مستوياتها للجميع وبأعلى استعابية وطاقة حتى الآن مراكز تأكد وعيادة طمّن قدمت خدماتها لأكثر من 7 مليون مستفيد مراكز الاتصال 37 بخدماتها المختلفة للإجابة على الاستشارات أو الاستفسارات التي يطلبها أفراد المجتمع قام الزملاء والزميلات فيها بالإجابة والتفاعل مع أكثر من 22 مليون و300 ألف اتصال خلال هذه الجائحة الفحوصات للجينات الفحوصات المتقدمة التأكيدية تجاوزت منذ بدء الجائحة 10 مليون فحص حتى الآن بهذا نصل وإياكم إلى تلقي أسئلة الصحفيين فايز السميري صحيفة المدينة هل هناك مؤشرات بأن فايرس كورونا المستجد سينتشر مرة أخرى إذا خفضنا من الحظر والعودة إلى الحالة الطبيعية أخي فايز طبعا في حال وجود أي ارتخاء أو تراجع أو عدم تقيد من أي مجتمع في العالم في هذه المرحلة والفايروس لا يزال نشطا والجائحة لا تزال قائمة ولم يتم الانتهاء منها ولم يتم إعلان الوصول إلى نهايتها أي تراجع نعم ممكن تعود من خلاله موجات جديدة وهذا ليس أمر افتراضي وليس أمر نظري وليس أمر تخميني ولا حاجة لأن نقول كما ذكرنا في مراحل سابقة بأن العالم في مثل هذه الجوائح لا في هذه الجائحة سجل ارتفاعات وموجات جديدة في بعض دول العالم وتم عزو ذلك إلى أن بعض أفراد المجتمع لم يكنوا يتقيدون بالاحترازات عند الذهابهم إلى مناشط مجتمعية أو مناشط عمل أو غيره من ما أدى إلى عودة تسجيل الحالات فيها فلذلك نعم الوقاية يجب أن تكون مستمرة والحذر والعودة بحذر شعارنا حاليا ومستقبلا وسيبقى معنا حتى نهاية هذه الجائحة أن نتمسك به بل حتى بعد الجائحة إذا اجتزناها بإذن الله قريبا بسلام وأمن صحي بعض السلوكيات الصحية التي اكتسبناها اليوم علينا جميعنا أن نتمسك فيها بشكل أطول وأكبر لأنها تقينا كثيرا من مجموعة واسعة وطيف واسع من الميكروبات ومن المؤثرات الصحية السلبية أحمد العطوي صحيبة المواطن سؤالي موجه للمتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتورة محمد العبد العالم في الآولة الأخيرة قامت عدد من الشركات في دول العالم بإنتاج لقاحات ثود فيروس كورونا على ماذا؟ اعتمدت وزارة الصحة السعودية اختيار هذا اللقاح وما هي الفئات العمرية المستهدفة في المرحلة الأولى ومتى سيتم توزيعه على مستشفيات المملكة أخي أحمد ما يتعلق بطريقة الاختيار أو طريقة التعاقد أو طريقة الاعتماد لأي لقاح هي طريقة علمية مبنية على خبراء ومختصين ولجان علمية تقوم بالمراجعة والتأكد من كل ما يصدر من دراسات علمية وبحثية تكفل الخطوات الأولى أو المعرفة الأولى بمأمونية وسلامة وفعالية اللقاحات لذلك خطوات مهمة تقوم بها الجهة المختصة ومنها مثلا ومن أبرزها وأهمها هيئة الغذاء والدواء السعودية للاعتمادات النهائية وكما أشرت بأننا نطمئن دائما ونثق بشكل كبير جدا بكل ما تقرر هيئة الغذاء والدواء السعودية لمكانتها إقليميا وعالميا وريادتها ومنهجياتها القوية جدا وسياساتها المتميزة بعد هذه الخطوات تتم الاعتمادات النهائية الفئات طبعا بشكل عام لا شك أن الفئات الأكثر خطورة أو العرضة للمشاكل الصحية والحالات التي تعتبر ذات فئة أعلى للوصول إلى حرج من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته هي الفئات التي تعتبر ذات أولوية أعلى ودائما نشجع ونحث على أن تكون لها الأولوية في الحصول على اللقاحات هناك منهجيات علمية دقيقة تضبط ذلك وتضبط أيضا المستفيدين له سواء من هذه الفئات أو من فئات من يقدمون الرعاية لهم أماكن تقديم هذه اللقاحات للمستفيدين سواء كانت مستشفيات سواء كانت مراكز يتم اختيارها لتقديم هذه الخدمات أو مواقع ستجهز على أعلى المستويات وأرقى المستويات وأعلى المعايير ووفق سياسات وإجراءات وتقنيات متقدمة بإذن الله سيتم تقديمها وإعلانها وإضاحها وسنقوم بمشاركتكم أولا بأول بكل المعلومات المتعلقة بذلك وكيفية الحصول على هذه الخدمة بهذا نصل وإياكم وبإشارة الزملاء إلى نهاية تلقي أسئلة الصحفيين نسأل الله لكم جميعا الصحة والسلامة والعافية دمتم بخير كنا في نقل مباشر من وزارة الإعلام حيث المؤتمر الصحفي المخصص حول مستجدات فيروس كورونا مشاهدين وهذه آخر المستجدات حول فيروس كورونا في المملكة ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم أقام فرعو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير مسامس فعاليات اليوم العالمي للتطوع بمدينة أبحاء كما يقيم هذا المساء فعالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة بمحافظة خمي سمشيط وللمزيد من التفاصيل عن هذه الفعليتين ينضم إلينا مراسل أخبار السعودية الزميل عبدالله آل عبيهد عبدالله بداية أهلا بك عبدالله ضعنا في أبرز ما جاء يعني في فعاليات اليوم العالمي للتطوع وأيضا ما الذي سيقدمه فرعو وزارة الموارد البشرية في اليوم العالمي لذوي الإعاقة أهلا بك عبد الرحمن صحيح أنا متواجد اليوم في منطقة عسير وتحديدا من محافظة خمي سمشيط بعد يوم حافل كان مساء أمس في مدينة أبها لفعاليات مميزة قدمتها فرعو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير لليوم العالمي للعاقة اليوم في محافظة خمي سمشيط وأمس أيضا كان اليوم العالمي للتطوع الحديث أكثر عن الفعاليات والمبادرات التي وقيمت الصديف الأستاذ عمر النعمي وهو المساعد لقطاع التنمية بمنطقة عسير حيكة لضيف معنا عبر أخبار السعودية ودنا تطلعنا على أبرز الفعاليات التي تم تقديمها مساء أمس في اليوم العالمي للتطوع في مدينة أبها تحديدا حياكم الله بسم الله الرحمن الرحيم أمس تم تدشين حملة التطوع لليوم العالمي السعودي اليوم العالمي والسعودي للتطوع برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية طبعا بالتزامن مع 13 منطقة في ذات الوقت اليوم كان فيه يعني فعالية مصاحبة أيضا اللي هي اليوم العالمي للإعاقة الحقيقة أنه الهدف من هذه الفعاليات هو أن نقول أول شيء للمتطوعين شكرا لكم على هذه الجهود شكرا لكم من كل من أعماق القلب لأن يعني المتطوعين يعملون بدون أي منقابل الجانب الثاني أنه هذه فرصة أيضا لرفع مستوى الوعي المجتمعي لبناء هذا المجتمع وهذا الوطن من خلال التطوع سؤال عمر اليوم نتكلم عن المتطوعين كان لهم أيدي بيضاء خلال فترة أزمة كورونا وأيضا فترة الحجر وكانت فرع الوزارة من ضمن المشاركين لتبني مثل المبادرات التي قدموها أنتوا الآن مبادرتكم هي شكر لهم وتقديم هذه الأعمال في قالوا بمميز كيف كانت أيضا أثر هذه المبادرة على المتطوعين أنفسهم؟ أكيد هذا حق لهم وواجب يعني أنه يتم تكريمهم في خلال اليوم العالمي للتطوع أيضا اليوم نستغلينا الفرصة على أساس أن نستفيد أيضا من جهودهم في المشاركة في اليوم العالم للإعاقة في أيضا فعالية مصاحبة لفعالية مكاني بينكم للنزلاء المتواجدين في مراكز تهيل الشامل والهدف منها هي أقناع الأسر وحثهم بعد تدريب أبنائهم على استلام أبنائهم لكي يندمجوا في هذا المجتمع الهدف هو الدمج المجتمعي لهذه الفئة مع أسرهم صحيح يعني اليوم تحت شعار مكاني بينكم هذا الاحتفالية والبرنامج اللي يقام اليوم برعاية سمو الأمير تركي بن طلال أمير المنطقة وأيضا نزولكم إلى أحد المجمعات تجارية الشهيرة جدا في محافظة خمس مشيط ودنا تشرح الأبرز التفاصيل والبرامج اللي راح تقدم خلال ثلاث أيام القادمة سمو الأمير تركي بن طلال دائما داعم لهذا التوجه وللمتطوعين تحديدا اليوم راح يكون هذا البرنامج إن شاء الله على امتداد ثلاثة أيام في أحد المولات المعروفة في منطقة عسير الهدف منها مثل ما ذكرت هي التوعية وأيضا تشجيع المجتمع للانخراط في عملية التطوع صحيح يعني ذوي العاقة يعني محل اهتمام كبير جدا في المملكة العربية السعودية على المستوى العالمي وهذه البرامج اللي تقدم يعني تشارك المتطوعين وأيضا أو المعاقين المشاركين هذا اليوم مع المجتمع أمر إيجابي جدا كيف لمستم أيضا تفاعل يعني الراغبين في الحضور والمشاركة منذ بداية تجهيزاتكم لهذا الاحتفال فيه تفاعل كبير الحمد لله وتم التوجيه العديد من الدعوات للأسر لهذا الهدف بالتحديد شكرا لكم وجهودهم ميزة شكرا جزيلا لكم إذن كما تشاهدون عزيزي الكرام هنا في محاوضة خميس مشاهد تحديد من البليفارد الذي سيحتضن هذه الفعالية لمدة ثلاثة أيام وهي دعوة للمجتمع للمشاركة في هذه الفعالية مع ذوي الإعاقة تحت شعار وجودكم بيننا أو مكاني بينكم الذي سيشارك فيه العديد من الجهات الخيرية وإضا المتطوعين المتطوعات الذين سيسهمون بإذن الله لصناعة نموذج محترف لمشاركة ذوي الإعاقة للمجتمع بشكل إيجابي كل الشكر وتقدير لزميل عبدالله العبيد شكرا لك نسخة جديدة من مسك للفنون انطلقت هذا الأسبوع والتي تستكشف خلال فعالياتها هذا العام الأفكار المتنوعة حول صياغة ثقافتنا وابناء المستقبل الزميل خالد التميمي ينقل إلينا من مقر الفعاليات تفاصيل أكثر أهلا ومرحبا بك خالد خالد أهلا بك نعم مساء الخير عبدالرحمن مساء الخير لسيدات والسادة متابعي نشرة أخبار السعودية طبعا نتواجد الآن في صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون التشكيلية بالرياض حيث يجتمع العديد من الفنانين والفنانات والذين أتوا من أنحاء المملكة للمشاركة في مبادرة مسك للفنون لإخراج ما لديهم من هوايات وشغف لهذه المهنة طبعا بجانب الآن الأستاذة ريم السلطان الرئيس التنفيذي لمعهد مسك للفنون أهلا وسلم بك أستاذة ريم نرحب فيك عبر قناة السعودية ونتكلم اليوم عن أسبوع مسك للفنون أسبوع ما شاء الله زاخر بالمواهب والأشكال الجمالية والفنون ودي تحدثينا بشكل أكثر عن أبرز ما تحتوي هذه المبادرة أحيك الله طبعا أسبوع مسك للفنون في هذا العام تضمن بعض الأنشطة الجديدة أهمها المنتدى الإبداعي اللي انتهى أمس واليوم عندنا جلسات حوارية مستمرة تابعة للمنتدى عندنا ثلاث معارض فنية متاحة إلكترونيا من خلال منصة الإلكترونية في برامج تدريبية ورش عمل متخصصة للفنانين والمبدعين وأيضا برامج للأسرة والأطفال في عندنا بعض العروض الحية الفنية طبعا هذه النسخة الرابعة والأسبوع هذا تحت شعار صياغة الثقافة خلينا أسألك كيف نحقق هذه المعنى أو صياغة الثقافة كيف نحققها؟ ما هي العوامل التي تساعدنا في تحقيق هذه أو هذا المسمى؟ طيب بالنسبة للمنتدى الإبداعي أخذ صياغة الثقافة بحيث أنه يكون مساحة للحوارات والتفكير نحن يهمنا ومرتبطين بجذورنا وثقافتنا فكيف نحن نستفيد من ثقافتنا في بناء مستقبلنا؟ خاصة في ظل النمو السريع حاليا في الساحة الفنية كيف تكون الثقافة لنا هي عنصر القوة اللي نحن نقدر نبني فيه طريق المستقبل خليس سألك عن عدد المشاركين في هذه المبادرة؟ طبعاً نحن عندنا كمتحدثين عندنا أكثر من 65 متحدث في المنتدى من 10 دول بالنسبة للفنانين المشاركين عندنا تقريباً ثلاث معارض فيها فنانين عددهم كبير ولكن أيضاً متاح عن طريق المنصة الإلكترونية عرض لـ 51 فنان وفنانة ممكن للراغبين بالإطلاع على أعمالهم أو شراءها الدخول للمنصة الإلكترونية نحن تواجد في المكان المخصص لورش العمل كم ورشة عمل أقيمت حتى هذه اللحظة؟ عندنا 38 ورشة عمل ما بين افتراضية وما بين في نفس الموقع في صالة الأمير فيصل بن فهد سؤالي الأخير وبشكل مختصر الهدف الرئيسي لكم من إقامة مثل هذه المبادرات؟ طبعاً نحن بالنسبة لمبادرة أسبوع مسك الفنون هذا العام الرابع وهدفنا هو مشاركة المجتمع في الفن ونبغى نقول أن الفن متاح للجميع أيضاً نبغى ندعم الفنانين ونبغى نكون نحن منصة لتجمع المبدعين في المملكة سيدة هاريم السلطان الرئيس التنفيذي لمعهد مسك الفنون نشكرك شكراً جزيلاً لك يعطيكم العافية وشكراً لكم نعم عبد الرحمن طبعاً العديد من المشاركين والمتحدثين والفنانين والفنانات الذين يجتمعون في هذا المكان لجمالية الصورة وإخراج ما لديهم من شغف وحب للفنون التشكيلي هذا كان ما لديه الآن عودة من جديد لك عبد الرحمن في الاستوديو لك الكلمة والصورة تفضل شكراً لزميل خالد أتممي أعطيك العافية ولطيفتك الكريمة نظمت في منطقة حائل بطولة دور الاتحاد السعودي لدراجات وسط تنافسية بين عدد 15 نادياً من مناطق المملكة المزيد في التقرير التالي باهتمام ودعم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن ميغرين نائب أمير منطقة حائل انطلقت بطولة الدول الاتحاد السعودي للدراجات الثانية لدراجة الممتازة بفئة الشباب والكبار في منطقة حائل بمشاركة 94 دراجاً يمثلون 15 نادياً الحمد لله رب العالمين اليوم انتهت المسافة 110 كيلو من بداية من حائل وانتهينا في محافظة موقيق أمام نادي الغوطة بموقيق كان معنا مشارك 16 نادي في هذه البطولة لفئة الشباب وكذلك 16 نادي لفئة الكبار الحمد لله رب العالمين وصلوا جميع المتسابقين بسلام لم يكن هناك حوادث أو سقوط كانت السرعة اليوم عالية جداً بحكم أن الدوري ممتاز وفئة الكبار كان فيه احترافية في هذا السباق بإدارة سعادة الأستاذ داود المصور رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي للدراجات مسار جديد للاتحاد السعودي للدراجات بين تضاريس منطقة حائل حيث كانت المسافة بين الدراجين قوية حيث وصلت المسافة في السباق 90 كيلو متر للشباب و110 كيلو متر للكبار السباق كان صعب جداً تختلفت المسارات بس التنظيم كان مميز جداً جداً أشكر الاتحاد السعودي للدراجات أشكر القائمين على في الإمارات حائل من شرطة من مرور الحمد لله كان السباق صعب والمسار جداً صعب بس ما قصروا التنظيم كان جداً مميز فيه تنافس وانت تتكلم عن لعيبة منتخب وكمان يعني ما شاء الله كثير من أغلب اللاعبين يعني ما شاء الله تبارك الله من الفتح من السلام من الشباب فيه لعيبة أبطال عرب أبطال خليج يعني تتكلم عن لعيبة منتخب نخبة من الدراجين يعني هذا شيء ممتاز جداً التحاد السعودي السنتين الأخيرة ممكن يعني أقول آخر سنتين فيه قبزة نوعية في رياضة الدراجات بشكل مو طبيعي يعني العدد اللي جاسين نشوف التفاعل اللي جاسين نشوف من الدراجين الحمد لله يعني وان شاء الله أنا متأكد ان السنوات القادمة رح تكون أفضل وأفضل جاسين نشوف سباقات الناشئين والبراعم جهد جبار صراحي جهود مبلولة من قبل جميع الجهات الحكومية لإنجاح السباق ووصول كافة المتسابقين بسلام وتم تكريم الفائزين بالبطولة عند خط النهاية والواقع في محافظة موغغ التابعة لمنطقة حائل لأخبار السعودية سلطان الشعيب حائل وفي أخبار الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد حدوث موجة باردة مصحوبة برياح نشطة تؤثر على مناطق تابوك الجوف الحدود الشمالية حائلة القصيم وأجزاء من منطقة المدينة المنورة والرياض والشرقية وسماء غائمة جزئيا مع فرصة هطول أمطار متفرقة على أجزاء من وسط وشرق وجنوب غرب المملكة ترجمة نانسي قنقر في الختام هذه أبرز العنوين الداخلية وستدايات الشاركان في فعليات أسبوع جي تيكس للتقنية بدبي الصندوق العقاري يمكن أكثر من ثلاثة وسبعين ألف امرأة من تملك المسكة إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 66 مليون إصابة أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة وتغيير في تركيبة مجلس الأمة بنسبة 62% شكراً على طيب المتابعة وبإمكانكم متابعة أخبار قناة السعودية عبر حسابات التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر